اشتركوا في القناة الحمد لله اشتركوا في القناة 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 بالزبط. فنبدأ ان احنا نشوف اصلا الجول بتاعنا ايه ونبقى هدفنا الاساسي مش على البرسناليتيز او الشخصيات اللي معاينا. لا احنا بركزين اكتر على الحاجة اللي احنا عايزين نوصلها. ونحاول نحضر افكارنا كويس جدا ونزبطها ونتفق مع بعض ان احنا بود يعني ان احنا هنوصل للجول بتاعنا ده. لان الشغل مختلف تماما عن الجامعة. ايه. لو انا في الجامعة ليه بصمة اولية يعني فكرة اتحطت في البروجيكت. ممكن في الشغل جدا فكريتي معاهم. لان بيبقى عندي معايير مختلفة. عندي مثلا بجت معينة او ميزانية محتاج ان انا اخلص المشروع دوت في خلالها. مش هطلع او هزيد عنها. عندي اهداف معينة لازم تتحقق. فلو انا فكرتي مش ماشية مع الاهداف ديت ياريتها تنزل عنها عادي كده الموضوع بسيب. بس في ناس بتبقى متعودة ان هي فكرها دايما بيتطبق في الموضوع. رأيها ماشي. وبتروح تلاقيه مدير واردرز اوامر 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 اوامر. مش بتعرف تتأخلم مع ده. طب انا فين تفكيري تنبقى. ممكن اول فكرة تفكيري ما يظهرش بيها. ده حاجة طبعية جدا. بس ممكن بعدين اخد فور سيتي. او بعدين اعرف الاستراتيجي بتاعت الشركة اصلا ماشية ازاي. وراي حفين. وانا قادر اتكيف معيها. فان انا خلاص انا عرفتهم اطلبين ايه. فانا هتكيف ان انا افكاري اوجهها للموضوع ده. فبعد كده افكاري هتبتاخد. طيب. طيب زي ما في ناس بتحاول بتسعى بس ما بين خطوة ان هي خطوة القدام وخطوة الورا. في ناس قررت ان هي بعد الجامعة. انا هاو دهو. مزجي عينة. انا مش عايز التوتر تاني. انا هاو عاوض في البيت. عايزين نقول لهم بس ان ده ممكن يفرق في شخصيتهم. ولو بنسب واحد في المية فان اخناهم ازلايا. هيا الفكرة برضو ان الواحد بعد الجامعة بيبقى عنده افكار لسه طفولية شوية. يعني لسه ما وصلتش لمحالة النطق. فممكن لما انا مشتغلتش واعود بعد الجامعة. او ممكن حد يكون يقاس مثلا ان انا دورت كتير قوي وما لاتش. بس انا بقول لكم ان انا عادت مثلا في اول حياتي اربع سنين ما اشتغلتش. فكاد حاجة عادية جدا ان هو افضل ادور واسعى. ومجريش فكرة الاحباط ان انا ما اشتغلتش دي. فحتى دورتيني ل حد ما اشتغلت في مكان كويس جدا جدا. وترقيت فيه كويس جدا. وبقيت يعني حد لي كلمة ما اسموعة هناك. فما تقاسوش خالص. فكرة ان احنا نشتغل بعد الجامعة دي حاجة مفيدة. ان احنا بتكون شخصيتنا لسه بندقى نحتك بنيس. بيبقى عندنا مع شخصيات مختلفة. بتكبر انا شخصيتي ودماغي وكل حاجة. ما بقاش قاعد بقى للهايفة ومستني يحدق على كلمة. فالموضوع بيبقى مفيد جدا يعني. بعد كده لو قررت ان انت ما اشتغلتش خلص براحت عادي اصلا فينس بتدخل تقربت الشغل مرة ومتقدرش تقرارها تاني. على حسب بقى شخصية. وممكن حد يكون خلاص اخذ كويس جدا. وممكن هو عايز يبدأ البزنس بتاعه او يعمل حاجة مختلفة بجماره وهو. فاوكي انس اوكي يعني ستارت طبعا. عادي. طيب دلوقتي لو انا بشتغل وشغلي باخد عليه اجري مادي. بس ما فيش اجري معنا وما فيش تأدير. حاسة ان انا مش ده مش مرضي لي. ان انا بس يا جماعة من الشغلي باخد اجري. طب فين التأدير ده كتير حنواجهه. فاقبل الموضوع ده ازاي او استحمله ازاي. هو فكرة التأدير دي حاجة نادرا ما بنلاقيها يعني. ممكن تشتغلي مع خمس موديدين واحد فيهم اللي بي يقدر والباقي لأ. انا شايف ان انت بتعملي شغلك وبتعضي فلوسك علي. فاحنا منبقى مهيئين نفسنا كده ان احنا مش هنستنى كلمة شكرا من حد انا بعمل حاجتي انا عارف ان هي صح. وباخد الاجر دوت مقابل الحاجة اللي انا بقدمها. وهتكيف مع الموضوع تماما يعني. انما فكرة ان انا اسع دايما ان انا اتقلي شكرا وانا يتقلي ويبقى فيه تأدير الموضوع ديما حاجة ما بتحصلش خالص يعني. نادرا ما تحدث. طيب امتى اقرر ان انا امشي واسيب المكان. امتى اقول لا كده كفاية خلاص. حالو اوي. انا بحب الموضوع ده. انا بحب ان بعد ثلاث سنين ابدأ ان انا ادور ان انا اتحرك. اول سنة بتبقى بالنسبة لي ان انا بتعود عالشغل وبتعرف عالمكان وبحاول ان انا اعمل علاقات بيبقى لسه سنة فيها تخبطات شوية. ثاني ثاني سنة بابدأ افهم الشغل ايه وعملو كويس وتمام. ثالث سنة بماسترت يعني خلاص بقت بالنسبة لي حاجة بسيطة قوي. فممكن بعد الثالث سنة نبدأ ان احنا ندور على شغل تاني. ولو لقيت ان المكان اصلا مفيهوش تطور في الوظيفة يعني مفيش حاجة مفيش معلومات باخدها مفيش ترينينج مفيش اي حاجة بعرفها اكتر. لا ساعتها ممكن نبدأ ادور على حاجة تانية ممكن نلاقي مكان احسن بكتير. طب الا عايزكي في النهايات قوليلي ازاي اخرج ب بره المساحة المريحة بتاعتي. طيب طول ما انا في المساحة المريحة الزيد او الكمفرد زون ما بقدرش عمل اي حاجة مختلفة. يعني انا بس حمل النوم بيكل بروح شغلية خلاص هو الروتين بتاعي بقى بيخلص كله في نفس الطريقة وبسرعة جدا ومعادش فيه اي تشالينجينج او اي تحدي لدماغي وقدراتي ونفسي اساسا بالزبط. فانا دايما بقول للناس تشالينج يوزي. يعني انت دايما تحدي نفسك. ودايما خليك عايز تعمل حاجات اكبر ونطلع بره الكمفرد زون دي من انا احاول اتعلم سكيل جديدة او مهارة جديدة. باكتشف في نفسي انا اصلا طريق التفكير مختلفة بتوصلني لحيتات جديدة جدا. يعني ممكن احقق انتصارات بره الكمفرد زون بتاعتي اكتر بكتير جدا من انا قاعد جوا خلاص ما بعملش اي حاجة. طيب يا الله معلش بالنسبة السكيلز اللي انا بتعلمها دي في ناس بتتعط خلال سنوات الجامعة ما بتنميش اي حاجة دوها. او بتتفاجأ ان كان في حاجة لازم اتعلمها انا ننستها في الن الناس اصلا كمان بتفضل مستنية قوي لما اتخرج هابقى شوفي الشغل طالب ايه. ايوه. وواعدين ابقى فكر لا طب انا عندي اربع سنين ما انا ممكن استغلهم. فان انا اخد حاجات جنرال جدا بتنفع في الشغل ازاي عمل سي في ازاي عمل انتروفيو كويس. ازاي ان انا عمل تايم مانجمنت دي حاجة مهمة جدا. ازاي يقسم وقتي المهمة والاهم ازاي اتعامل معاهم. ااخد جرومينج ستاندرز كده يبقى شكل رايح ازاي وانا رايح الشغل. لازم افضل اخد لينجوجز زي ما قلتلك في الاول. فكل دي حاجات مهمة جدا ان انا اتعلمها خلال سنين الجامعة. بتطلعي من الجامعة معاكي سي في محترم جدا. ومليان بالزبط. وجاهز اصلا اي حد هيشوفه اللي هو انت خدت كل ده في قد ايه يعني. فبتبقى حاجة مشجعة جدا للشخص اللي هيعينك ده ان انت اصلا حابب ان انت تتعلم. فبالنسبة لي بتبقى فرصة مش حاجة مش حلوة. ساعات كتير جدا برضو بيحصل ان احنا بنترفيد وبتقال علينا overqualified. دي حاجة بتحسر حصلتني انا شخصيا. فدي حاجة بتحسر كتير عادي. لو انا overqualified دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة مكان مش مناسب لي. فأبدأ ان انا اسعى على مكان اكبر شوية او احسن شوية من اللي انا كنت مقدم في. يعني الجهد ده متا هينعاكس بعد كده. طبعا. مش مشكلة بقى نبدأ بدري ده مش مشكلة عادي. او. بعدين اصلا بتلاقي ان انت لقى فيه فرص كتيرة جدا بتجيلك. وهتلاقي فيه ريترنز اعلى بكتير جدا من الاول. فهتلاقي فيه يعني الموضوع ب بيجيب في الاخر نتيجة. الحمد لله. طيب يا علاء بشكرك جدا على الفقرة دي. الحقيقة استفاد. كتفكرة مصمرة. اتمنى ان احنا اللي استمعنا يكون استفاد. يا ري. اعزالنا المشاهدين بكده بوصل معاكم لاخر لنهاية حلقتي الاولى. شكرا جدا لحسن استماعكم. استماعكم ومتابعتكم. استنونا السبت الجاي وخليكم بخير.